شكراً نور إذاً دقائق وقليلة تفصلنا عن افتتاح السوق السعودي دعونا نلقي نظرة على أبرز المحركات التي قد تؤثر على تداولات اليوم وبالتعاون مع بوابة أرقام أنهى السوق السعودي جلست الأمس على ارتفاع بحوالي 19 فئة المئة كسب المؤشر العام نحو 100 نقطة واستقر فوق مستوى 11850 بلغت قيم التداول الإجمالية نحو 5 مليارات و 800 مليون ريال معمماً قطاعات خلال جلسة الأمس أغلقت على ارتفاع كان في صدرتي هذه القطاعات قطاع البنوك الذي ارتفع بحوالي 18 فئة المئة سهم البنك السعودي الأهلي الأهلي السعودي أغلق منذ إدراجه أعلى مستوى منذ إدراجه في السوق عند 69 ريال قطعاء الطاقة والمواد الأساسية أيضاً حقق مكاسب تراوحت بين 10 و 20 فئة المئة فيما أغلق قطاع الاتصالات تقريباً على ثبات وتصدر قطاع السلع الطويلة الأجل الخسائر بالخفاض بأكثر من 1 في المئة بالنسبة لأداء الشركة تصدر سهم أنابيب الارتفاعات بالنسبة القصوى وذلك بعد إعلان الشركة عن فوزها بعقود لصالح شركة أرامكو السعودية بقيمة 305 ملايين ريال في المقابل جاء سهم ساكو في صدارة الشركات الأكثر تراجعاً بالخفاض بنحو 6.19 في المئة أكدت وكالة موديس تصنيفها لأربع شركات سعودية هي أرامكو السعودية والسعودية للكهرباء عند A1 مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة وبحسب موديس فأن هذه التصنيفات جاءت لتؤكد التصنيف السيادي للمملكة كما تعكس الروابط الاتمانية بين حكومة المملكة وكل من الشركات الأربع انخفضت المنبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت السعودية بنسبة 10% خلال شهر أكتوبر من العام الجاري على الأساس السنوي بحسب ما أظهرت بيانات صادرة عن شركة أسمنت اليمامة وبلغت مبيعات شهر أكتوبر الماضي نحو 4.5 مليون طن مقارنة بمبيعات بلغت 4.900.000 طن تم تحقيقها خلال الشهر نفسه من العام الماضي وأظهرت البيانات قيام 6 شركات بتصدير 122.000 طن من الأسمنت خلال شهر أكتوبر في مقدمتها شركة أسمنت السعودية والتي صدرت نحو 91.000 طن